اشتركوا في القناة على سير اعمال مشروع بناء السد الذي شويد على نفقة خزينة الدولة بقيمة مالية تربو على عشرين مليار فرنك سيفا قام صباح اليوم معالي رئيس الوزراء السفير ألماء هالينا برفقة عدد من الوزراء ومعاونيه بتفقد المشروع الذي شرف على الانتهاء تأتي هذه الزيارة التفقدية الميدانية اقب اعتماد البرنامج السياسي الطموح لحكومة الجمهورية الخامسة من قبل المجلس الوطني الانتقالي هذا وفور وصول معاليه إلى حيث يقام المشروع استمع إلى شرح مفصل من طرف مسؤولي الشركة المنفزة عن مراحل تنفيذ المشروع الذي يمتد طوليا لثلاثين كيلومترا وبعمق ستة أمتار مهندس الشركة المنفزة أطلعوا معالي رئيس الوزراء على تقدم المحرز والتشتيبات النهائية مؤكدين عن المشروع يمضي على قدم وساق رغم وجود بعض الصعوبات وما تراه من توقفات على فترات الزيارة الميدانية سمحت لمعالي رئيس الوزراء بتفقد جميع منافذ السد وزواياه وأبعاده ثم صرح للصحافة في نهاية الزيارة مشيدا بما تم إنجازه مثمنا جهود الشركة السينية المنفزة عنده وقال معالي رئيس الوزراء السفير ألماء هلينة إن تشييد السد يجيء لتصدي لظاهرة الفيضانات والسيول التي تجتاح العاصمة من حين لآخر ولهذا ارتعت الحكومة وبتوجهات من رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو بوادي حجر أساس لهذا السد وبنائه على نفق كامل من الدولة وإنه ممتن للتنفيذ الذي وصل إلى 27 ونيف من الكيلومترات وما تبقى لا يتعدى الكيلومترين وعضاف ما عليه لحظت بعد التصرفات المشينة التي يمارسها بعض المواطنين بحق السد ومنها رمي القازورات والأوساخ واتخاذ السد مكانا لصنع الطوب الأحمر إضافة إلى مرور المواشي للمراعي وناشد ما عليه المواطنين بالتحلي بروح المسؤولية والمواطنة والعناية كل العناية بهذا السد والحفاظ عليه من التلف حتى يكتمل البناء ومن بعده لأنه لصالح الجميع الجدير بالذكر أن حكومة الجمهورية الخامسة التي انبثقت عن الانتخابات الرئاسية الأخيرة تسأى جاهدة لتحقيق وعود رئيس الجمهورية التي تضمنتها مشاريعه الاجتماعية أثناء الحملة الانتخابية وذلك كله من أجل رفاهية المواطن الجادي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر